السلام عليكم نكمل اليوم في شابه الثلاثة هذه الضرنة ازامنا كنا بدأنا نحكي على موضوع Morr Circle for Jane Stress Plane Stress برجعة بذكر هي Special Case واحد من الفيسين تتدعت بطريقة الثلاثة فيها الحالة سنكون هنا سجما يكسب موايح وحتى حالي سوية طيب بدأنا في Derivation في البداية مرّ علينا هذو الأولى الثلاثين نسميهم ترانسفورميشن ببساطة باستخدام هذو الأولى الثلاثين بمعرفة القيم الأصلية للسيجما إكس سيجما وي بتاو إكس وي بالإضافة للزاوية تابعة ترانسفورميشن فاي ممكن نحسن القيمة للنوراسترس وشيراسترس عند أيها الثلاثين جديدة طيب حذر هيك مرّ علينا هذه الأولى الثلاثين من الأولى الثلاثين نظر في واحدة من الوريينتشن النورمال الرائعين وي يتم باستخدامها أو واحده الفيس على ماكس و واحده على منموم والشير Stress يختفي ويصير قيمته 0 هذه الوريينتشن قسميناها المرّنسفورميشن طيب عشان نحسن إزالة المرّنسفورميشن نستحدم هذا الإعام وقيم البرينسفورميشن اللي نسميهم سيجما 1 و سيجما 2 أو ماكسيما و منموم بين حسب الكنتين باستخدام هذه الإقوة و زي ما حكينا بلوصف الوصف باستخدام شير سترس تكون قيمتون 0 تكون هنا بس نورمال الماكسيما 1 والمانموم سيما 2 كمان 45 داريون بلوصف الوصف كمان نضع المنطقة في الماكسيما شير سترس في الماكسيما شير سترس الشير سترس بصير ماكسيما و منموم كما نضعنا هنا الماكسيما و منموم هي نفس القيمة بس 1.1 و في الماكسيما شير الانتاجين برضو فيه شغلة مميزة بتصير انه النورمال في كل الاتجاهات بتصير متسابة ممكن تكون متسابة بصير أو 0 طبعا هسا كل هذا الحكي اللي مرت علينا الانتجاهات بالنحاضرة ماضي ممكن نحسبه ببساطة مستخدام مورسير مورسيركل مورسيركل ببساطة هي عبارة عن مورسيركل عشان من خلالها ممكن تعطينا نرزيع مورسيركل مستخدام مورسيركل ممكن تطلع المعانجل والآنجل والآنجل و ببادئ ممكن نفعل حيث كيف وصلنا أو كيف يصلوا إلى المورسترس ببساطة المورسترس اللي جاءت من خلال هذول التو إقوائشن اللي مروا علينا في هذا الماضي بنوضع الإقوائشن الأولى من ربعها بنوضع الإقوائشن الثانية من ربعها نجمعهم معهم فهيكا ببساطة رح يصفي معانا إقوائشن تبعت دائرة فهاي الدائرة رسموها وطلعت معانا المورسور طيب، أسال المورسور كيف ترسم؟ أول إشي الكلام اللي نرسم فيه الـ x-axis تابعه اللي هو normal stress sigma والـ y-axis تابعه اللي هو shear stress تابعه طيب، فأول إشي عشان نرسم المورسور كيف نحط الأكسس كيف نحط الأكسس؟ كم مرة، هذا النفقي اللي هو sigma axis positive negative العمودي اللي هو الأكسس تابع الشير بس نقع عليه في الميكانيكس كنا بالنسبة لشير نحكي positive و negative فهنا طريقة نفس الفكرة بس أسهل شوي بدأ من نحكي positive و negative نحكي جهة counterclockwise والجهة clockwise فمنحط الـ counterclockwise لتاحت فهنا tau counterclockwise لتاحت وتاو clockwise لفوق طيب، حطينا الأكسس لدينا status stress لدينا قيمة σx لدينا قيمة σx وعيدة قيمة xy لدينا قيمة σx هذه السيجما وي وي تاو وي طيب ايضا عندي مرسومة على السيجما وي تحطينا الأكسس تبع السيجما وي تاو نبدأ لنرسل المورسركل اول شيء نحدده في المورسركل يهو السنتر بوينت السنتر بوينت تبع المورسركل تكون موجودة على الأكسس تبع السيجما وإحداثياتها تساوي الأبريسترس أبريسترس يعني سيجما اكس زاد سيجما واي على فنين فهذا أول شيء يضعينا هذه النقطة هذا اللي هي السنتر بوينت تبع الدائرة تحداثياتها زي ما حكينا سيجما اكس زاد سيجما واي على ثنين وبطريقة الحالي التاب زيلا هذه أول شيء يضعينا وهو السنتر بوينت بعدما تضعنا السنتر بوينت تحطيناه نحط نقطتين على محيط الدائرة كيف نضع هذه النقطتين ببساطة الـ X-Face يعطينا نقطة و الـ Y-Face يعطينا نقطة دعينا نبدأ مع الـ X-Face هذه مثلاً الـ X-Face نطلع على ما رأينا على الـ X-Face؟ هناك نورمال سترس كيمته سيجما X فنضع النظر كم قيمة سيجما X ونجيه نتحرك على السيجما أكسس لحد قيمة سيجما X طب، هاي وصلنا إلى قيمة سيجما X طب غير هيك، عليها شير سترس Tau X-Y كلها قيمة معينة فبننا نتحرك إما لتحت أو لفوق بناء على إيش؟ بناء على تجاه الـ Rotation هذا الـ Vector بيعطينا Rotation Clockwise أو Counter Clockwise Counter Clockwise نحطيناه لتحت طب، فإذاً بنزل لتحت بمقدار Tau X وهي هيك بكون حطيت هاي المطة هاي المطة، هاي المطة شو إحداثيتها سيجما X وشير سترس وشير سترس اللي هي Tau Counter Clockwise طب، فإذاً صارت عندي الـ Center أول نقطة الآن نظرياً ممكن أنك تفيد وارسوم الدهرة بس فعلياً سيكون لدينا خطأ كثيراً إذاً نشتغل بهذه الطريقة عشان لو أخطأت في الـ Center ما أخطأت فيها سأضع لها معاكم كل شغل خطأ الأفضل أن نضع نقطة الثالثة عشان تأكيد إضافي إلى شغلنا وتصبح المسألة أوضحة فلما نضع نقطة الثالثة اللي هي نقطة ثانية على المحيد فإذاً إذاً الـ Center هي النقطة الأولى على المحيد فلنضع نقطة المحيد النقطة الثانية على المحيد كيف نطلعها؟ نطلع على الـ Y-Face وانا هذا وانا هذا طيب، خليني أقول أريد أن أخذ هذا الـ Y-Face ماذا يوجد عليه؟ نورمال سترس إلى Sigma-Y فبالي نتحرك لها تقيمة Sigma-Y بعد ذلك على شير سترس Tab-X-Y تقيمة ثانية وقلق ويز وقلق ويز نطلع هنا فإذاً ما حددنا هذه النقطة؟ ما هي هذه النقطة؟ Sigma-Y وTau-X-Y وقلق ويز حسناً عطينا ثلاثة نقاط لكي نتأكد أن حددنا ثلاثة نقاط بالشكل صحيح نحاول أن نرسم خط لابد أن كلهم يكونوا على امتداء الخط مستقيم حسناً حسناً خط وغالي نرسم ثلاثة نقاط معناً بشكل صحيح حسناً بدنا نرسم الدائرة قليني أرسم الدائرة بشكل مختلف طيب فإذاً، هذا هو السنتر تبع الدائرة وهذا النقطة هنا بحيط الدائرة سأجب عليك برسم الدائرة فهذه الدائرة تبعتي ستكون بهذا الشكل طيب هذه الدائرة اللي نرسمناها فعلياً تمثلي state of stress في أي orientation orintation طب الorientation الحالية مثل لكن من خلال هذه النقطتين يعني ببساطة هذا الخط اللي نرده يمثل لي orientation حالياً طب أي orientation ثانية ببساطة سيكون في عندي البيانات طب خلينا نقاط على الأشياء التي نعرفها مثلاً ما تعرفنا عشاء غليسة لأننا تضع في فلانة الرواية عندما ألف الألمنت سأضع في فلانة الرواية ما يصور الى بالحال؟ فالحالة الرواية صور عالي وانتصال وشير سترس طيب، هذا النقطة فأيضاً هذا أكبر قيمة لحالة الرواية وعندها شير سترس 0 وهذه قيمة للحالة وعندها شير سترس 0 أيضاً ببساطة فهذه النقطة الغاطة، الى معطاة ، وهذا الخط يمثل الخطي يصل بين الخط يغير القط؛ المستعبوح القطاع، انا لقد ن pet. esianيقظن ناختارك معطاة مستعبوح akkor مếnها من 45 درجة سنصبح حم ما التي تصل فيدktion المستعبوح؟ شير سترس ماكسامل والنورمال سترس متساوي على كل الفيسز و قيمته بتساوي سترس هل سترس هاي الماكسامل شير أكبر قيمة الشير و عندها النورمال سترس ببساطة هذا الخط العمودي بمثلنا الاسترس بحسنا ننتظر هذا الخط يمثلنا الاسترس الخط العمودي يمثلنا الاسترس بحسنا على المكسامل هل سترس ما بين الاسترس 45 هنا تسعين بحسنا هذه المقطة الاسترس إذا نستنتج أن الزاوية التي نرى هنا هي فعلياً نفسها ولكن نضربها في اثنانية فأي زاوية على الكلامت نمثلها هنا بضعفها على المور فأيضاً من هذا النمونا نصف أنهم برضو ممكن نحسب أي زاوية بين أياها باستخدام مور سيركل طيب الحساب الزاوية خلينا نفكر كيف نحسب transverse sources طيب transverse sources هي sigma 1 و sigma 2 هذه نقطة هي إيش؟ center نسافة من هنا وهو radius طيب بمساطة محتاجة إلى radius تبعد دائرة إذا عرفت إلى radius وكيف تنظر الأرض في حفاء قديم ihss بمساطة مرحب مرحب المعام يكتشج Sheikh 2 و لكن الماضي الأرض في حفاء قديم ما يعني؟ محتاج لكي أحسب الراديس ثم أخرى كيف أحسب الراديس؟ أحسب طول هذا الخط كيف أحسب طول هذا الخط؟ ليس محتاج لكي أحفظ أحيانات هذا الخط كم طوله؟ Tau xy و أريد أن أعرف طول هذا الخط سيجمع أكس ناقص الأعبار بسترس طول هذا الخط سكويرد أضع طول هذا الخط سكويرد أضع طول هذا الخط سكويرد أضعني R فأحسب R على طول ما أحسبها من الرسم ليس محتاج لكي أحفظ العقائق حسنا، مدى ما حسبت R سيجمع أحده سيجمع أحده سيجمع أحده سيجمع أحده Tau max ملوحية أحده حسنا؟ فأيضا، مدى ما حسبت R سيجمع أحده طيب، الزبايا سيجمع أحده سيجمع أحده و أحده و أحده الخط الأحمر وهو الورينتيشن الحالي الخط الأفقي وهو الورينتيشن كيف يجب أن أذهب إلى الورينتيشن الحالي إلى الورينتيشن هنا على الدارة؟ وفي أندي خيارين إما بلف زي هيكا أو بلف بالعكس طيب، نحن عادتنا نأخذ اللف الأقرب سيجمع أحده سيجمع أحده هذه الزاوية سيجمع أحده سيجمع أحده سيجمع أحده المقابل على المجاور ثاني مقابل مجاور و أحده لكن هذه الزاوية ما هي فعليا؟ الشعب نعم، الهي 2 نعم sino المضروف الثاني و جميعا مضروف الثاني طيب ، لن أحده ما هي المقابل مقابل إبداع؟ هذا الخط الأفقي يمثل لي ما هي المقابل كيف يمكن أن تعطي من المقابل من المقابل؟ ما يمكنني الوظف الثاني إما بلف زي هيكا أو بلف زي هيك، اللفة الأقرب اللي هي هاي فإذاً هاي الزاوية هي إيش؟ ثمين أو اللي هي ببساطة تسعين نعقص ثمين طيب إذاً الزاوية ممكن أحسبها من الدائرة بشكل مباشر طيب غير هيك كيف ممكن أستخدم الدائرة ممكن أستخدم الدائرة عشان أساعد يعني لو عندي حالياً بدي أخذ إليمنت ولفه مثلاً خمسة وعشرين درجة كلوكوايس طيب كيف بساوي هذا الحك على الدائرة بلف، بضعف بدل خمسة وعشرين خمسين درجة في نفس الاتجاه كلوكوايس فمثلاً هاي الحالياً بدي أليف كلوكوايس بهذا الاتجاه وهي تلعناها يخطي جديد بعد ما لفت خمسين درجة إحداثيات هاي المقاط يتمثلنا القيمة جديدة سجما إكس سجما وي ونرى هذا الحكيب شاء الله مهم بل أنتبهه نحن نحكي من الف الالتجاهات المثلقة كان قطعة لتحت وقطعة لفوق طيب بعد ما شفنا الفكرة العامة من استخدام مورف سربي دعنا نرى الأمام هذا الأمام يتحدث أنه بعض المشكلة المحافية سيغمات X بحيث 9 بحيث سيغمات X بحيث 19 بحيث تحفظ X y بحيث 8 ميجا بحيث 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 اللي نحن بالنسبة مورف سربيل بلنا نوجد البرينسبل الصحيات المغطية والزاوية ونرسم Films لذلك ، ببعض النهائي بدنا اول اشي نورسوم مستدرس على مستدرس فاخذيني حطونا مستدرس اللي بدي اصدقين بالحل الـ X اللي هي 9 الـ Y اللي هي 19 والـ TAU ثمانية positive كمان ورثة ثمانية positive يعني positive face مع positive direction حطيتهاي والبقية هدو 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 طال فايذاً هذه هي مستدرس طالب، بعد ذلك اضطيت مستدرس هزاً نبدأ أرسم هذا الـ X اللي هو السيجما هذا الـ X اللي هو TAU بالنسبة للـ SIGMA positive negative بالنسبة للـ TAU كاتر قوية تحت قوية سوار طالب، مجرد نضع الـ X ما هو اللي نضعه في الرسم الـ CENTER POINT ما هو إحداثياتها؟ الـ AVERAGE 9 19 لاقسين 2 بيطلع معي 14 طب، بقسم هنا وبمشي بحدد الـ CENTER POINT إحداثياتها 14 و 0 بعد ما حددنا الـ CENTER POINT الآن هزاً، بنا نحدد نقطتين على المحيط نقطة منوخذها من الـ X FACE و نقطة منوخذها من الـ Y FACE هل ينطلعوا ليش على الـ X FACE؟ هاي X FACE هاي X FACE هاي نقطة منوخذتها لا عشور إحداثياتها كما حنا شاكدكم 9 و 8 ما المحيط طب طب طلست من X فرس بلدي بوخف Y فرس لي فوق أو لتحت مع سنتيجة طيب، أخذت هذا ال Y فرس كم كنتو؟ 19 تنشن يعني بوزدف طيب، فرمشي إلى حد إحداثيات 19 14 هؤلاء 19 طيب، غير هكذا شير سترس شو تجاه روتاشن تبعون؟ قلق 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 لجمع نقاط قلق 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 وضعنا هذه المقطعة هذه المقطعة هذا يلخياتها 19 و 80 طيب، بعد وضعنا ثلاث نقاط كي نعضعنا بداخلن فراثة بشكل صحيح شو ما نفعل؟ نوصل بينهم تم تخط نحن أن تكونوا على إمتداد خط مستقيم هذه لفعيل، ثلاث نقاط على إمتداد خط مستقيم بعد ذلك، نرسم الدائرة دعوني أرسم الدائرة هذا الشقيق هذه رسمنا الدهرة كاما الأرى يتمثلنا فعلت المدينة في أي الوثق لكن ماذا مطلوب منه؟ مراقجة الميزق وثير والكثير وثير ويعطيخ كثير أي شيء نحتاجه نحتاجه نحتاج نعرف على الحساب يعني الحسابات شغيلتنا ايضا نقول الأول شيء نفكر فيه في نحسب ريليس كما رمضة غير كبير ازمنا الرجل اي ريليس هذا أول تطلع منه نحسب شيء طب خلينا تطلع منه أحسب طول هذا الخط طول هذا الخط بساوي هاي المسافة سكويرد كم هاي المسافة؟ هم فراني طب تزائد هاي المسافة من هنا لهم اللي هي فعليا نحسب 19 ونقص 14 ونصف خمسة فإذن خمسة سكويرد زائد ثانية سكويرد تحت الجذر بعطيهني قيمة R اللي هي رح تطلع منه 9.43 هاي تطلع منه طب طلع عن قيمة الرجلس هاي تطلع منه طب خلينا نفكر ما هي الشعالات التي بناها طب خلينا نفكر هاي سيجما وان هاي سيجما وان ماكسم شير سترس هاي نقطة هاي نقطة ماكسمون منهم أو 1 أو 2 مش مرح طب ماذا كيمة المنصف خلينا نفكر السيجما وان راديس ساعة السنتر 14 زائد الراديس 9 فبيعطينا 23.43 طب ماذا كيمة سيجما 2 السنتر نقص نقص الراديس وهذه بعطينا 4.5 ساعة ماذا كيمة تاو ماكس الراديس اللي هي ماذا كيمة 9.43 طب هاي طلعنا نقص الراديس تاو ماكس سيجما سيجما بيكو طب بنا نطلع الزوائل بنا البرنسبال الانجل وبنا الماكس هاي نقص الراديس طب هلنبليش مع البرنسبال الاندي هذا الخط هو الوريانتشن الحالي هذا الخط اللي هو البرنسبال الوريانتشن كيف بدأنروح من هؤل البرنسبال الوريانتشن اما بلفذ زي هكه بعت لفة طويلة أو بلفز زي هكه هاي هي اللفة بعطلة طريبة طب بنت حسب هاي الزوائل كيف بحسب هاي الزاوية تاعم الانجل المقابل ثمانية مجاور الخمسة تاعم ثمانية خمسة بيصدع معاي 2 5 فإن أصبح 2 5P فإن أصبح 2 5P فإن أصبح 2 5P فإن الأسفل سأقسمها على 2 29 فإن الأكتجاه نفس ما نرى هنا كيف نفيتها فإن أصبح فإن أصبح فإن أصبح 1 29 درجة فإن أصبح 1 29 درجة فإن أصبح 1 2 2 طبعا ماكسامشيروينتشن هذا الخط يمثلنا ماكسامشيروينتشن لكن بمثلت على ماكسامشيروينتشن بمثلت ماكسامشيروينتشن إما بلذ هذه هذه الأخطة طويلة أو بلذ هذه الطريقة فإذاً هذه الزابة هي 2 5S ما هو قيمة هذه الزابة؟ 90 نحن نقص القيمة هل سنحبتها ستبع الثاني ستبع الثانيين وكثيرت نفس الأشياء بسنا على الوحيد 2 و16 ما هو الاتجاه؟ ابوز المنصف فهذا الهي لديه الآن بدنا مرسم الألوان في الوحيد August وبدنا نرسم الألوان في مجموعة ومجموع دعني اني أريد أن ننظر برسمات التحت أرسند في المساحة التي يوجد هذه المنصف هذه الوحيدة الأصبية طيبة عشان أضطر المحلLET كيف threw that in normal الف على 29 درجة وقرح هاتر بخلاني ليلس لغuma عديث أنت Soldamus ف Etran , 29 درجة فليس 29 درجة ف manuscripts الحبل مرأة طيب ما هي قيم السترسي اللي هندي؟ طيب هسنا عارفينها كقيام في واحد من الفيسيس رح يكون عليه 23 والثاني والشير سترس عشان هاتنسف الانتشفى الشير سترس طيب بس بدي أعرف أنو فيس رح يكون عليه 4 أنو فيس رح يكون عليه 23 كيف بعرف هذا الحكي؟ من الرسمة؟ طيب هذه هي الورينتيشن الحالي هذه الورينتيشن احنا كيف حكينا بلنا نلف بلنا نلف زي هيك فهذه النقطة وين انتقلت صارت هنا هذه النقطة اللي هي أي فيس؟ 9 فأيذن X فيس شو صار عليه؟ سيجما تول هي 4 فأيذن هذه النقطة فأيذن هذا عليه 4.5 سرعة والثاني اللي هو عليه السيجما 1 اللي هي بتايمتها كم؟ 23.4 23.4 طيب إذن هكا هيرسلنا حطينا عليه نرسل الإشياء نرسل الإشياء هذا 16 هاي الإلمنت بعد ما نفيته طيب شو ملدي حق على هذا؟ الألمنت أول شيء نورنسل عكل الفاسس نفس اللقين شو بتساوي؟ 14 14 طيب إذن هاي هون كله 14 14 طيب مثل هذه ماذا هكا؟ بدي حط عليه الشير قيمة الشير اللي هي عارفها 9.43 بس بظل عليه خدد اتجاه بشكل صحيح عشان نخدد اتجاه برجع كمان مرة ل هاي هي الورينتيشن الحالية هاي هي ماكسم شير نحن حكينا حسبنا هاي طيب فإذن هاي المقطة انتقلت صارت هنا هاي هاي المقطة راهي المثيلة X-Face كان عليها Counter-Clip Coins ولسا عليها Counter-Clip Coins أوكي لسا تنسي الجهة جاءت Counter-Clip Coins طيب إذن X-Face راح يكون عليها Shear-Stress بيعطينا Rotation قديش؟ Counter-Clip Coins X-Face وينو هاي X-Face طيب راحط عليه بيعطينا Counter-Clip Coins هاي Counter-Clip Coins خلصة والبقية Head-to-Head وهذا كانت 9.43 هاي الماكسي طيب إذن هيا هيك خلصنا الفترة الأولى من سؤال طيب طيب فكرة الثانية From the state of stress when the axis are rotated 30 degrees Counter-Clip Coins بيعطينا نأخذه نلفه 30 درجة Counter-Clip Coins بيعطينا نطلع بقية جديدة لـ Sigma X لـ Sigma Y لـ Tau X Y بعد الـ Rotation طيب بعض الضوء راح نستخدم الدرجة اوكي هناك المطلوب الـ Rotation قديش تكون 30 فإذن هونة قديش راح نساوي راح نساوي 6 طيب قليني أبسهم مجموعة مجموعة الـ Rotation لننطلع عليها ما حكينا هنا كان uh 9 هنا 19 هنا وهنا 3 طيب ههي الـ Rotation بناء عليها رسمنا مورسيركل كما مرد هذه مورسيركل هذا الخط اللي هو بمثلنا الورينتيشن أصلنا طيب هاي المور سرقل طيب ما اللي بنا نساوي بنا نساوي الورينتيشن على إلمنت بمقدار 30 درجة كونتو كويس هذا الحكي لما ننفقه على الدائرة من لف ضعف فهي بدل الثلاثين من لف ستين وفي نفس الاتجاه طيب إذا هاي الورينتيشن الحالي بدي أخذ ورف ستين درجة بالاتجاه ترعنا الي هو الكامل تشاهد تلكباRIS فإذا كامل تشاهد تلكبا 코تاكبا يفيد بنقدار طيب هاي ستين درجة فهذا الخط انتقل صرا طيب شو بدي بدي أفوافى المقاب هاي هذا هو الخطش جيد أريد إحداثيات المقطة كيف يطلع عن إحداثيات بما عرفت الردس أنا قد أعرف الردس 9.4.3 والشيء الثاني الذي أعرفه هو الزاوية إذا أعرف هذه الزاوية أنا أحسب هذه الزاوية إذا أحسبت هذه الزاوية إذا أحسبت هذه الزاوية سأطلع إحداثيات المقطة بالبساطة وهي سنتر زیات الردس مضروب في وساوية أو المسافة العمليّة التي هي ساوية فأنا سأكسب هذه الزاوية في ستاوية كيف أحسبها؟ إذا حسبت حسب المقطة الزاوية سوية الزاوية 8.5 وهو 50 وانه 60 180 نقص هذه سوف أعرف هذه الزاوية فأنتظر أني هذه U-62 حسنا؟ فإن الزائرين عندي هنا 62 دولار طيب، هذا هو X-Face هذه القيم القديمة هي Sigma X هي Tau X Y هذه ستكون قيمة جديدة ماذا قيمة Sigma X الجديدة؟ Center Z Radius Cosine 62 Radius Cosine 62 هي هذه النصافة ستكون قيمة Sigma X الجديدة طيب Tau X Y هي المسافة العموبية هذه هي المسافة اللي هي ببساطة Radius مضروفة Sin 62 أعطيني Tau X Y الجديدة طيب Sigma X صالح معروفة Tau X Y معروفة ماذا ضل علي؟ Sigma Y Sigma X اللي هي ببساطة اللي هي ببساطة طيب طيب هذه نقطة كامرة اللي هي هذه انتقلت هنا وهذه هي قيمة Sigma Y الجديدة ماذا قيمة Sigma Y الجديدة؟ center ناقص هذه المسافة center 14 ناقص Radius Cosine 62 سيجما Y الجديدة يعطيني قيمة Sigma Y الجديدة طيب طيب فإذا انتنا على هذا الحقيقي دعنا نطلع على الأرقام اللي طلعت معنا طيب 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 سيجما X اللي هي center زائد radius cos cos 62 18.43 سيجما Y center راديس cos 62 طلعت معنا سيجما Y الجديدة وتاو xy راديس مضروف في sin 8.43 هذا الحقي هاي رسمناه على كمان مرح هذا سيجما X الجديدة زائد سيجما X الجديدة زائد ما شفنا اللي هي 18 تنشن سيجما Y الجديدة اللي هي 9 0.57 برضو تنشن طيب وتاو xy إما يعني بتطلع على إشارتها هنا أو بتطلع عليها من الرسمة فوق كمان مرة خلينا نطلع عليها من الرسمة فوق عشان ما أسهل طيب يعني لاحظ هاي الفيس تبع X هاي صار من أوكي فالشير سترس على الإكس فيس شو تجاهه كونتر بروكوائس طيب طيب فعني أجي هنا هذا هو الإكس فيس فهي حطيك علي بكتر وقعتني كونتر بروكوائس وقضيه طيب طيب ونطلع لها من الدائرة ما يحتاجه يعني يكون حفظين ولا إكس بس بأنن يكون بالدائرة بشكل صحيح ونستخدم معلومات رجل مرتبطة اللي عنا عشان نحسب الزوايا والأطوال وكل الشيء طيب نحن نرى شخنا كيف منطلع على المتطلع في حال فاسترس واحد من الفاسترس لا نوع هواي 0 فاسترس وصل على سكما ايكس و سيجما واي و او اكس وي نريد أن نفكر في ستيرا نوع من صالي نحن ذكرها بشكل عام بمثل الجرس على السرس لا ترتاح عن الكعب ويمكنكم ببعض الرفاسترس عن عبارة الجرس طيب، أسه، شيء كويس ان احنا هنا في المشين ديزان مش رح نتعامل مع كيس استبعات 3D بشكل كثير بس يعني بدنا نتعرف عليها بشكل مختصر كيف ممكن نتعامل معها طيب، في حالة اننا 3D مش رح نستير بس بس، برضو، في عنا orientation اسمين principal orientation بس، كيف نوصل لها؟ في حالة 2D عشان نوصل لل principal orientation كنا نلف حوالي Z-axis بمقدار زال ما عينة نصير لل principal orientation هنا نلاحظ ان نتعامل مع 3D عشان نوصل لل principal orientation كنا نلف ثلاث لفات نلف حوالي X، نلف حوالي Y، نلف حوالي Z بعد ما نقوم بعمل ثلاث لفات على stress element، نضعه في principal orientation عندما نضع 3D element في principal orientation، كيف سيحدث؟ نفس الفكرة اللي لديك الشير يختفي، يصير قيمته 0، وصير عنا فقط normal stresses هذه النورمال stresses، نسميها principal stresses بس هناك كم قيمة ال principal stress سيكون عنا؟ ثلاث قيمة ثلاث قيمة نسميها sigma 1، sigma 2، sigma 3 فهذه هم 3 principal stresses في حالة 3D لاحظة في الحالة اللي كنا نحكي فيها 2D، كنا نحكي عنها بس sigma 1، sigma 2 ثلاث قيمة ثلاث قيمة، بدنا ننتبه انه هنا مش راح يعني يفكر بلونك تبع ماكسم منه، هم فعلين في حين نروح لما بدنا نسمي أنه sigma 1، أنه sigma 2، أنه sigma 3، ببساطة بالشكل ثلاث قيمة ال principal stress أول قيمة من اتجاه positive دعم نسميها sigma 1، نروح باتجاه negative، اللي بعدها sigma 2، ونروح كمان اللي بعدها sigma 3، فإذا sigma 1 أكبر قيمة ثلاث قيمة من الانتجاه positive، وهذه كأول قيمة من اتجاه negative sigma 3، طيب كيف ينطلع قيم؟ ثلاث قيمة ال principal stresses عزا هنا عشان طلع ال principal stresses، ما بدنا نطلعها مباشرة باستخدام more circles زي ما كنا نساويناك، كيف ينطلعهم؟ نطلعهم باستخدام هذه القيمة، هذه القيمة هي عبارة عن ثلاث قيمة نطلعها الشيما كون2 أو عن ثلاث قيمة نوضعهم هنا ونطلعها lira ثلاث قيمة نظرة أسلاث باستخدام 3 أسبب شي ما كلمة هي قيمة sigma 1، سيweit نافي visibleministرات و يدخل sciมา ثانيا إذا أستخدم هذه القطعة نحل لها عن طب omdat ضعوات 3 Liter دا ثلاثا هذه هي эта AS نعم نحض لك ، أولنا قتلنا Sigma I ثاني Sigma II ثالث Sigma III بعد ما أكتنا ثلاث cinch confrontor Sigma A strap للتعود دائرة ما بين SG-1-Sigma II も together with Sigma II-Sigma III وم red it came together with Sigma I-Sigma III فهذه هي ببساطة مور سيركل لـ 3D لفينا الألمنت، ثلاث لفات وضعناها في Pressure Orientation غيرا عن Pressure Orientation في عميش يسمي Maximum Shear Orientation كيف نوصلها؟ بدنا لفت 5 و 20 درجة إذا لفينا 5 و 20 درجة حوال X 5 و 20 درجة حوال 1 5 و 20 درجة حوال Z إذا كان نضعنا الألمنت في Maximum Shear Orientation وهنا نلاحظ أن في Maximum Shear سيكوننا ثلاثتين و هذا الحقيقي قاين من خلال هنا انا لاحظ تلك كل دائرة هكذا لمثلنا Plan و هذه العامة تمثلنا x, y, y, z, y, x, z و كل درجة يمثلنا كائمة maximum shear تنتج عن 1 مواقع وiries حكيمة 3 مواقع ستلاحنا 25 مواقع ال X, 25 مواقع ال Y, 25 مواقع ال Z كل واحدة منهم تعطلنا كائمة maximum shear ما هي هذا الحقيقي بينام معنا في الرسم مثلاً هذه الدائرة ما هي قيمة الماكسيموم شير التي تنتج عنها؟ هي راديس تباعها هذه القيمة تسميها TAU12 هذه الدائرة راديس تباعها هي القيمة الثانية إلى الماكسيموم شير والدائرة الكبيرة راديس تباعها هي القيمة الثانية إلى الماكسيموم شير فإذا يعني هنا صف عنا بدلا من أن نحكي قيمة واحدة هي نفسها positive و negative هنا عنا ثلاث قيمة قيمة تنتج من الروتاشن حوالي X axis أو Axis 1 قيمة تنتج من الروتاشن حوالي Y axis أو Axis 2 و قيمة تنتج من الروتاشن حوالي Z axis أو Axis 3 هؤلاء الثلاث قيمة نحسبوه ببساطة 1-2 اللي هي سيجما 1 معنى السيجما 2 على 2 يعطينا بريديس 2-3 اللي هي هاي ناقص هاي على 2 و قيمة تنتج من الروتاشن حوالي Y axis 1-3 اللي هي أكبر واحدة اللي هي سيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2 و قيمة تنتج من الروتاشن حوالي طبعا، هؤلاء هؤلاء الثلاث قيمة اللي طلعناهم هم ثلاث قيمة لماكسوم شير في ثلاث قيمة في ثلاث قيمة نحن عادة نهتم لأيش نسميه Absolute Maximum Sheer ما هو Absolute Maximum Sheer؟ اللي هي القيمة أكبر من ثلاث قيمة ما هي القيمة أكبر من ثلاث قيمة؟ دائماً اللي هي تبعة الدائرة الخارجية راديس تبع الدائرة الكبيرة الخارجية هو أهم راديس بين اسبعالنا لأنه يمثلنا Absolute Maximum Sheer طبعا شغل الأخيرة نحن في الأكسامبل السابق مثلاً كان أنا Plain Stress ورسمنا الدائرة دائرة واحدة حتى الحيب Plain Stress نحن ممكن نرسم ثلاث دوائر وتظل ال Absolute Maximum Sheer كيف؟ نحن مثلاً في الأكسامبل السابق High Axis تبعة Sigma High Axis تبعة Out كان هناك مثلاً نقطة هنا حسناً نسميناه Sigma 1 ونقطة هنا مثلاً نسميناه Sigma 2 حسناً Sigma 3 وينها؟ 0 Sigma 3 Sigma 3 حسناً ثلاث دوائر هذه نحن أريد أن نرسمها هذه وهي الثانية وما بين 0 و Sigma 1 وهي الثالث فإذاً Absolute Maximum Sheer في العام مثل اللي قمناه قبل قليل ما يفعله؟ الريجسر على الدائرة الكبيرة الريجسر على الدائرة الكبيرة الريجسر على الدائرة الكبيرة وهي هو بصاق Sigma 1 وينها في Absolute Maximum Sheer وهي بصاق Sigma 1 في حالة مثل اللي قمناه وبعد ذلك بعدما حكينا عن الإشارات يأتي بالأقل كذلك استرين 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 جسرين بصابقة كما عارفين عبارة عن النانداميشن المجر من عبر من خلال الوقت الذي ينتج لما نطبق استرين على الصالد المتولي فهما نطبق عليها الضعين سوف يصبح بدلا من أن نقيس الانداميشن مثلا مثلا يمكننا استخدام قسمي Strain الميزة تبع Strain أنه Non-Dimensional حسنا، كما نصنفنا Stress لنوعين Normal و Shear سنصنف Strain لنوعين Normal Strain و Shear Strain مرتبط مع Shear Stress Normal Strain نعطيه السمبل و سوف نحكي هنا الكيس تبع 2 حسنا فإبسلون يوجد اهتجام X-Direction و Y-Direction Normal Strain يعبرنا عن التغيير في الأطول و كذلك تغيير في الطول في X-Direction أو في Y-Direction فعذا أساس ممكن أن نعرف أن هناك إبسلون X و إبسلون Y Strain في X-Direction Strain في Y-Direction Strain في X-Direction التغيير في الطول في X-Direction على الطول الأصلي في X فإن لو كان هناك طول الأصلي زاد طوله بمقدار Delta X فNormal Strain X-Direction لو كان هناك طول الأصلي الي زاد بمقدار Delta Y فإبسلون Y الآن Strain يمكن أن يكون positive أو negative positive إذا زاد بمقدار negative إذا نقص طول و نضع إشارة negative فإن أن يعني السعين تبعت Normal Strain هي نفس السعين تبعت Normal Strain Normal Strain و إذا نقص طول الأصلي 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 هذا هو Normal Strain و بالنسبة للنوع الثاني من Strain وهو Shear Strain نعطيه السمبل غاما و Shear Strain مرتبط مع Shear Stress جيدا لو أني لدي إليمت و أصلي كما مرتبط و إذا نقص طول الأصلي و إذا نقص طول الأصلي وهو Shear Strain و إذا نقص طول الأصلي نقص طول الأصلي بمساطة Shear Strain يحبر عن مقدار Shear Strain نتيجة تأثير Shear Strain كيف نحسبها و كيف نحرفها؟ فمثلاً هاي عندي خطين الزاولة أصلي ما بينهم تسعين درجة قبل الديفورميشن بعد الديفورميشن مثلاً هذا الخط تحرك وصار هنا هاي المسافة سميناها دلتا اكس والمسافة العمضية أو طول الخط الأصلي هنا وهي فمنحكي انه الشير سترين في الـ x y plane gamma x y بساوي هاي المسافة دلتا اكس على طول الأصلي العموزي اللي هو y دلتا اكس على y طيب دلتا اكس على y هيكا منحبها في الشير سترين هل سلاحظهم لما نحكي دلتا اكس على y حقي انه هنا مخلص قيم فهي البساطة عبارة عن tan tan الزاوية تساوي مقابل دلتا اكس على y وانا هنا في الغال بنتعامل مع small strains فلما نكون نتعامل مع small strains ببساطة ممكن نحكي انه tan الزاوية هو بساوي the radians tan الزاوية بساوي قيمة الزاوية فاذا ببساطة ممكن نحكي انه share strain هو الزاوية gamma x y هو ببساطة الزاوية اللي صارت عندنا هون نتيجة الزاوية 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 هي minus 1 فضل طول مش قبل منحسب ونحكي y over 2 minus 0 phi over 2 minus 0 يعني لما عرفناك في المكانيكس كنا نحكي phi over 2 اللي هي الزاوية بس احنا هون نحكي انه ببساطة هاي الزاوية اللي هي نحكي طيب 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 نحكينا بحالة normal stress sigma بتساوي young's modulus مضروب في normal strain في حالة shear stress tau بساوي g مضروب في g طيب 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 الشغل الثاني هاي بما ننتبه انه ما نجل نطبقها دائما هاي هاي نطبقها بس إذا ان uniaxial stress ما معنى uniaxial stress stress في اتجاه واحد مضروب بس يعني لو كان عندي كمان stress زي هيك ما مضروب هاي هاي بطبقها بس لما يكون عندي stress في اتجاه واحد سواء هذا الاتجاه او هذا الاتجاه المهم يعني stress في اتجاه اكثر بواحد طيب اذا كان عندي stress في اتجاه هنا او في طالد اتجاه شو بدي أساوي في هذه الحالة لازم نستخدم generalized hoxflow هذه simplified hoxflow طيب special case شو generalized hoxflow generalized hoxflow او هذا الاتجاه كما مرة generalized hoxflow كما نستخدمه في هذه الحالة 3 damage نستخدم يعني لو عندي شيء زي هيك وعندي stress في هذا الاتجاه كمان stress في هذا الاتجاه كمان stress في هذا الاتجاه طيب عندي stress في الثالث التجاهات x y y z طيب وبرضو نستخدم الاتجاه نقدم نطبق hoxflow عشان نحسب strain طيب هل نجوف كيف بنكتب hoxflow حسا hoxflow generalized 3d وهو عبارة ثلاثة ثلاثة اول تعطينا strain strain في الثالث التجاه في معربة ماذا؟ stress في الثالث و stress في الثالث و stress و stress و stress في الثالث بالإضافة إلى two material properties اللي هما young's modulus و possum's ratio حسا young's modulus و possum's ratio وصحات فكل هذا تطبقه فقط في هذه الاتجاهات تعطيني strain في الثالث التجاه هذه تعطيني strain في y-direction هذه تعطيني strain في z-direction هم فعلين ثلاثة مفاصلات بس يعني إيهن تقريبا نفس الصيغة خلينا نشوف مثلا الاتجاهات أولين نحكي لك من y-x واحد على e في أن هنا sigma x وبعدين نقص y-z اللي بعدها y-y وهنا sigma y ضل عندنا x-z هذه y-z وهنا sigma z وهنا ضل عندنا x-z طيب الآن الاتجاهات التي نستخدمها دائما هي sigma تساوي e في y من هنا يعني لو مثلا هذه 0 وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 وهذه 0 فكل هذا التالي فشوغل عندي فكل هذا التالي راح فشوغل عندي epsilon x بتساوي 1 على e في sigma x اللي هي هذه هي إذن هذه هذه ما نستخدمها لا نستخدمها غير لما كان هنا uniaxist إذا لدينا أكثر من سواء اثنين أو ثلاثة لازم نأتي على generalize hoxtrot طيب نأتي بعد لموضوع uniformly distributed stress نحسن طيب لكي نحسب هذا هناك في قناة سهلة نحسب بمساطة بسعب لكي نفترض أن Care و هذه الفيديا ممكن استخدمها مع الشيء ولكن هناك نقوم بالنسبة إذا كان عندي يونفورم سترس بمساطة سأقول أن النورمال سترس بسعب الفورس على الإقليم كيف سأستخدم هذه الأسئلة بسيطة؟ هذه الأسئلة بسيطة سأستخدمها مثلاً في حالات سهلة مثل هذه كذا عندي بار بتعرض لأكسل الفورس سواء تنشن أو تنشن سأقول أنه سترس عندي يونفورم قيمته بسعب الفورس على الإقليم لكننا ننتبه أن هذا الحكي ليس صحيح في كل مكان يعني إذا أجيت تطلع على ساكشن هنا قريباً من النقطة اللي أنا نطبق عليه الفورس فعلياً ما سيكون سترس بسعب الفورس؟ يجب أن أبعد قليلاً فإذا قعدت قليلاً عن النقطة نطبق عند هذه الفورس وقتها سيكون عندي سترس بسعب الفورس هذا اللي نسميه سترس بسعب الفورس الشغلة الثانية عشان النورمال سترس بسعب الفورس الفورس اللي عندي لازم تكون تأثر في السنترويد لو كانت مثلاً في الفورس لا تؤثر في السنترويد زي هيك هذه ما بعطيني سترس بسعب الفورس فإذن لازم تكون تأثر في السنترويد أو سمترس زي اللي شايفينهم يعني دو فورس لا تؤثر في السنترويد لكن معاد نفس المسافة عن السنترويد كما نحصلت لها فإذا كان عندي سمترس أو بتأثر في السنترويد فهذا سيعطيني يونيفورم نورمال سترس إشي زي هيك أنا سيعطيني يونيفورم نورمال سترس طيب هذا بالنسبة للنورمال سترس بالنسبة للشير برضو في بعض الحالات السهلة نقدر نحكي إنه الشير سترس يونيفورم برضو في هذا البولت القطعة التي تحت ثبتينها وهذه يؤثر عليها فورس طيب فعليا هذه البولت هو المثبت القطعتين مع بعض هذه الفورس ما تسبب في البولت؟ فعليا تحاول تقصه فعليا لو كانت الفورس قوية ستنقص البولت من هنا فالبولت تتعرض له شير سترس طيب ما هي قيمة شير سترس التي تتعرض لها البولت؟ في حالة زي هيكة ممكن نحكي ببساطة إنه الشير سترس اللي موجود في البولت يونيفورم وبالتالي مين أنتو بتساوي البولت على الارياء شو هي الارياء؟ ساحة البولت ساحة البولت تبع البولت خلاني نبحث عن مساحة البولت فقط ساحة البولت فقط ساحة البولت بطلع معاك الشير سترس طيب هسا هون بس فينا ندره لشغلة عشان ما نصيرش حنا خربطة ما بين هذه الارياء نستخدمها لكي نحسب كيمة الشير سترس في البولت وفيه الارياء كنا نستخدمها لكي نحسب الشير سترس في البولت مختلفة ماذا الفرق؟ لماذا هنا ينفع؟ الفرق ببساطة كالتالي لاحظ هذه البطاعة الأولانية تضغط السطح بالمحصلة هذه آخر نقطة عليها الشير هي موجودة أو يعني آخر نقطة عليها موجودة طيب بالمثل الرياكشن هذه الرياكشن بلكم موجودة لاحظ أن فعلياً تقريباً هناك مسافة ما بين هذه الرياكشن قريبات جداً من بعض فلما يكونوا هاي و هاي قريبات جداً من بعض ما بيمتج موت بينما لو كانت مثلاً هذه اشي زي هيك هاي البولت زي هيك والقطعة اللي فوق مثلاً هنا والقطعة اللي تحت هنا لو كان في عندي غاب زي هيك طيب هنا هاي في عندي فورس وهنا هاي في عندي فورس معاكس لاحظ أن هنا ما في عندي في عندي مسافة فلما يفعل عندي مسافة سيحصل عندي فبتصير كيس مختلفة طيب عابة للبولتز بيكون لدينا كيس كيس ونحكي أن شير سترس الموجودة في البولتز هو كيف تساوي الفورس على طيب نجي بعد هيك لموضوع الدينز نتذكر كيف ممكن نحسب قيمة نورمال سرس في البيم اللي هو نسميه نتذكر في البداية ما هي البيم البيم بمساطة عبارة عن المنبر تعرض ل البيم ربخة عبارة عن البيم التجاه الخاصة سوف ننظر إليكم لفقانيبس ماتيريال كلنا نتذكرينها سوف نتطلع عليها ونرى كيف نستخدمها الإقوائشن تبعتنا هي سيجمر تساوي وما يضرع طب قبل أن نبدأ نستخدم هذه الإقوائشن بنا نتذكر شغل معنا ماذا هي الـ Assumptions؟ يعني كما مرة، هذه الإقوائشن لا نستطيع استخدامها في كل الحالات في هذه الإقوائشن لما نستخدم الـ Derivation أخذنا مجموعة من الـ Assumptions فبنا نستخدمها إذا تحققت هذه الـ Assumptions فبنا نتذكر بشكل الـ Assumptions التي حساسها وصلنا إلى هذه الإقوائشن أول شيء مفترضين أن الـ Beam التي لديها Straight يعني هي في النصر Straight لا يوجد كرت طب غير هيكة Long طويل طولها كبير مقارنة مع Cross Section فإذا لدينا بديد أصلاً كرت أو لدي Beam قصيراً لا يمكن أن أستخدم هذه الإقوائشن تكون لدينا وضع بالطب حسناً الـ Assumptions الثالثة لدينا مقارنة مع Cross Section Cross Section تبعها ثابت أولها لآخرها يعني مثلاً ما بتبالش كبيراً وبعد هكذا تظهر حسناً Cross Section ثابت حسناً إذا كانت تظهر بشكل بسيط ممكن أن نستخدم هذه الـ Assumptions إذاً مثلاً جناح الطيارة جناح الطيارة بيكون مثلاً تثبيته على جسم الطيارة بيهير ولما تبدأ عن جسم الطيارة فعلياً فممكن أن نستخدم معها هذه الـ Assumptions طيب غير هيك حسناً شيء مهم لازم يكون أن Axis of Symmetry in the Plane of Bending هذه الـ Assumptions نستخدمها في حالة Symmetric Bending ماذا مقصود بالـ Symmetric Bending هذه الـ Assumptions لما نطلع عليه من هنا بأننا نكون شايفين الـ Section تبعنا أنه Symmetric يعني مثلاً الـ Section تبعنا لما نطلع عليه من هنا لما نستخدمها مثلاً فهي هناك Axis of Symmetry بينما لو الـ Beam لما نطلع عليه من هنا شفت الـ Section تبعها مثلاً اشيء مثلاً هيك هناك نطلع عليه من هنا شفت الـ Section تبعها شيء مثلاً هذا ما هو Symmetric لا يوجد شيء لا يوجد شيء Axis of Symmetry في البلان فهذه لها طريقة مختلفة 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 بيهير ويوجد شيء بيهير ويوجد شيء أشيء مثلاً من شيء ويوجد شيء غير عن المجموعة أو المجموعة 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 يجب أن تكون isotropic يعني لها نفس الـ هم جينيس ومتلجازة و linear realistic هل شغلة مهمة المجموعة هذه المجموعة صحيحة فقط في linear less freedom يعني بعد ما سيدي أو stress ما يستخدم هذه المجموعة فقط في linear less freedom طيب آخر مفترضين أن الـ Beam تتعرض فقط لـ Moment لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء ومعه هل وجود الشير أو الأكسل يجعلنا لا نستخدم هذه المجموعة لا نستخدمها بشرط أن الشير يكون صغير مقارنة مع المجموعة ومعه الآن ومعه نستخدم هذه المجموعة نستخدم 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 لـ Moment كما نرى وضعنا Moment يعني نستخدم هذه المجموعة تحكينا قيمة النورمال ومعه بسابق نجد 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 وهذا لأقرسان نحن ستراحة نحكي عنها M في Y أو برعي M قيمة المومنت اللي هنا Y اللي هي المسافة العمودية من الـ Neutral axis الـ Neutral أين يكون موجود ومعه المسافة العمودية من الـ Neutral axis لأي نقطة بحولها هون عشان تعطيني كيف تسترس عن ذلك على أغي أغي التي هي المومنت من الـ Neutral axis ومعه الـ Neutral axis ومعه جيداً و جيداً حسناً إيشارة الناقص لماذا أضع إيشارة الناقص؟ لأنني أقوم بإمكانكم يعني مثلاً لو عندي بيم زي هكذا أتعرض للمومنت بهذا الاتجاه هذا مومنت و بدي أحسب مثلاً قيمة هذه المطمئة فوق النيوترال يعني واي تبعتها لفوق إذا مومنت و في عندي إشارة نيجاتيب من بره فهذا شو بحكي لنا؟ المسترس نيجاتيب نيجاتيب يعني كومبريشن فهي أنا متطلع لما يكون مومنت زي هكا هذه المقطة اللي فوق النيوترال أكسس سيكون كومبريشن بينما لما أخذ نقطة تحت بعوض y بالنيجاتيب فتروح النيجاتيب مع نيجاتيب وبحكي لي المقارة اللي تحكي النيوترال أكسس سيكون تعمل أتنشى إذا بالنسبة لإشارة النيجاتيب اللي هنا نحن حرين بمستخدمها ولا لا يعني يا إما مستخدمها وبنعوض النيجاتيب والله فالسيب أو نيجاتيب أو مستخدماج نهائينا نعالتين هيك بشتغل بجيح بحسب و بعدين بتطلع بشوف بحذرة تجاه النيجاتي النقطة اللي عندي هل تعرض لتنشن أو بقرر لحالي شيء طب الآن من خلال هذه المقارة هذه المقارة تكبيرنا انه نورمال سترس بيعتمد على Y يعني لما تكون Y 0 كلما زادت Y يزيد بشكل لينير والماكسوم لديها بعض نقارة السطح الفوق والسطح التحت فأيضا هيك شكل فعند نيوتر أكسس 0 كلما طلعنا لفوق أو نزلنا لتحت قيمة السطح اللي عنا يزيد فهذا كم مرة هاي فعليا هاي تجاه طب هذا الجزء اللي فوق عليه كومبريشن وهذا الجزء اللي تحت عليه تنشن الماكسوم تنشن على السطح الحلوي في هذه الحالة والماكسوم تنشن على السطح السطح في هذه الحالة طب احنا في ديزاين بهمنا دائما قيمة الماكسوم اللي عشان بنتأكد انه الماكسوم لا يتجاوز الشيء المتيري اللي هو اللي هو اللي هو اشيء زي هيك طب بحنا دائما بهمنا انه نحوظ Y اكبر قيمة ممكنة اللي هي المسافة من هنا للسطح العلوي او للسطح السطح فحنا عالة الإقوائشن بدلا ما نكتبها M Y و I عالة نكتبها M C و I شو هي السي 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 اللي هي Y Max و هذا الإقوائشن هي العليان تعطينا أقليمت Sigma Max العالة Sigma Max اللي نحن دائما نتحمنا اللي هي Max on stress نكون على السطح الحلوي أو على السطح السفلي أو نفس الطيمة على السطح العلوي أو على السطح السفلي اللي هي نحزب M C طب 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 I مثلا بمليمتر بطاق 4 و C اللي هي مليمتر فإذا سيكون مثلا مليمتر بطاق 3 أهل من السبعة مليمتر بطاق 3 أو مليمتر طب طب F M على Z يعطينا قيمة maximum stress الآن نحن نكتب بـ C بعد أن نكتبها بـ C بلنا علمتين بيننا قيمة C وبيننا قيمة I هنا بيننا قيمة section الآن هذه القيم نحن لديها في table نستخدم cross sections B C دائرية I B بلقي الأجاسات مختلفة موجودة في الجدول وإحنا لما بنا نروح على الجدول ندور على B مناسبة بدل ما نروح ندور شو قيمة C وشو قيمة I خلص، نروح على الجدول وعلى طول نطلع على قيمة Z وبنجيب قيمة Z ونعوضها بالكوائشن بطلع معنا قيمة maximum stress إذن هذه هي الصيغة الأهم بالنسبالنا إنه maximum stress يساوي moment على Z بدل ما يا والأجاسات والأجاسات وقيمة موجودة في الجدول خلص الآن السفيرين في الجدول خلص، نجيب قيمة C وقيمة I لماذا خلصنا قيمة Z и I لدينا قيمة Z لذلك سأخبرنا قيمة Z لماذا خلاص قيمة I في الموجودة من هذه القسم؟ كما خلص قيمة I حتى نستخدمها إذا بدأنا سنضع قيمة Z لنضع قيمة Z بينما إذا نحسب قيمة الديفلكشن تبع البيمز إذا متذكروا الإكوائشن تبع البيم دفلكشن في الميكانيكس سوف نحكي عنها كمان مرة دائما الإكوائشن تبع الديفلكشن يدخل فيها المومات بنارشن فعشان في الجداول سنجد قيمة Z قيمة I قيمة Z بتهمنا عشان نحسب وقيمة I بتهمنا عشان نحسب الديفلكشن هذا الحقيقة سنمر عليها في جادة طيب الجداول اننا هون هل بتار مجموعة من الجداول قلينا نطلع عليها بكل واحد نفتح الداوش والجداول نظر في ان هون ثلاث جداول A-6, A-7, A-8 فهذه ثلاث جداول طيب هذي ثلاث جداول موجودة عندنا في الابردكس عشان له فهذه اقولها اول جداول عمنا A-6 ما هو شكل الـ cross section؟ هذا ابنو كلي يسميه angle طيب اي جدة هل هذه جداول لاحظ شكل الـ cross section غير اي كمعرف لك القاسس فهون مثلا هذا القاسس بي سميه وعندما أعطينا نوعات الموضوع من الـ i أو الـ z يكون معرفة حوالي واحد من هذه الـ axis طيب، غير ذلك، الأشياء التي أعطيناها في الجدول الـ units تبعها معرفة لها هنا يعني لا أعطيها في الـ header فتطلعها لكي نجد الموضوع الثالث الجدول هو angles بشكل عام يوجد منها نوعين أشياء الـ equal link هاي وهاي من تساويات أشياء الـ non-equal هاي طولها غير عام اللي عندنا في الكتاب بس equal يعني هاي وهاي نفس الشياء طيب، الجدول جزئي يعني الجزء الأول بحكي عن dimensions بالـ inch والجزء الثاني بحكي عن dimensions بالمليلومتر طيب، فهنا لما أحكي لـ 25 و 25 في ثلاثة الليق الأولى 25 لا تسألين أن تبقوا ما طيب، الليق الأولى 25 الليق الثاني 25 مليلومتر والثلاثة اللي هي thickness ثلاثة الليق الأولى 25 و 25 لدينا thickness ثلاثة 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 أول شيء الـ size الأبعاد بالمليلومتر العمود الثاني ثلاثة وهي الـ mass بالكيلوغرام لكل متر طولي ماهذا الرقم؟ يعني، إذا أحبت هذا السيكشن 25 و 25 في ثلاثة 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 بضعة ثلاثة فهي الـ mass ثلاثة ثلاثة A وهي الـ cross section بعد ذلك حوالي 1-1 أكسس اللي نتبعته بالسنتيمتر إلى 4 K الذي نتبعته بالسنتيمتر Z اللي نتبعته بالسنتيمتر اللي نتبعته بالسنتيمتر إلى 3 Y اللي هي المسافه للسنترويد والسنتيمتر وآخر إشيه يعطينا K كمان مرة هذه حوالي 3 يعني لا هذولا كلهم حوالي أكسس 1 وهذه حوالي الأكسس 3 مش معطينا الأكسس 2 ليش؟ عشان 1 و 2 بما أن هذه المتساويات فسواء نأخذنا حوالي الأكسس 1 أو حوالي الأكسس 2 هي نفس الاشي الأكسس 3 و لاحظ بالنسبة للأكسس 3 هو فقط معطينا قيمة K عشان فعلياً يعني هاي اللي بدي يحطها عادة بحطها زي هيك ما بحطها بهذه الطريقة فهو فعلياً بهمنا في K حوالي ثلاثة أكسس عشان K يعني لو ضغطت على هاي فعلياً هي في الغالب رحتها وباكلنك حوالي هذا الأكسس استفضل إذاً يعني أعرف هنا أيضاً فبترجع هناك كل شيء يعني أعرف ما هي المتساويات أصدق أن يستخدم مددد كيلوغرام 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 لكل ميتر فإذاً هذه واحد بوينت كيلوغرام لكل ميتر فكل واحدة اللي نتساعة معرفة في الجدول طيب شوف الجدول اللي بات هاي سابه هو أنا بحكي على سي جاني أو سي كرس سي جاني طيب هذا يسمي A هذا يسمي B بمسافة X التي هي المسافة من هذا الفيس إلى داخل طيب هذا الأكسس يسميه 1 هذا الأكسس يسميه 2 فإما دعونا البرابرتيس محسوبة حوالي الأكسس 1 أو البرابرتيس حوالي الأكسس 2 كما مرر الاهكسس اللي هون الهو موازي للمومنت أكسس لما كنت عندي مومنت مثل هذه أخذ البرابل لي استرعت الاثنين لما كنت عندي مومنت مثل هذه بأخذ البرابل لي استرعت واحد بس ما أنا بني انتبه لا شغل هاي أنا لو فعليا اديت حطيتها بهذه الطريقة وطبقت عليها فورس من فوق يعني المومنت تراهم زي هيك حوالي الواحد بس هل هي سيمتريك؟ لا إذا هاي ما هيش سيمتريك إذا وحطت بهذه الطريقة وطبق عليها اللود من فوق فإلا هي الوقت مختلفة سأستخدمها في هذه الطريقة و تكون متضبطة عالدة نضيفه ثنتين إذا أضعت واحدة مثل هذه و واحدة ببالها مثل هذه سأستخدم ثنتين في هذه الطريقة ولكن لكي تكون متضبطة نضيفها في هذه الطريقة و نضيفها في هذه الطريقة و نضيفها من فوق وقتها تصبح المحطة حوالي أي أكسس؟ 2 أكسس A و B أصبح الجزء الأول بالعنش و نذهب إلى الجزء الثاني وهي مليمتر A في B ثنتين بالمليمتر جيجاسات مختلفة يبدأ أظهر فيها 76 مليمتر في 38 مليمتر و كلما تزل إلى تحت أكبر طيب العمود الثاني وهو كيلوغرام لكل متر طول متر من هذه يكون وزنه 6.7 كيلوغرام منتظر او أنتظر طول البيم و هذا كنت تحسب وزن البيم طولها 10 متر يمكنك أن تضرب 10 متر في وزن أو الماس تنتظر أقلتها كامل آ right طول البيم ما معاً طول البيم؟ طول البيم عمودة طول لنك طالد T و هو الثغرة الذي يضعنا نعطينا ايه بالميلومتر طيب A Trussectionality I المومات منارشة حوالي axis 1 radius of duration حوالي axis 1 section modulus حوالي axis 1 axis 2 نفس الاشي مومات منارشة radius of duration section modulus وآخر اشي المسافة X كل واحدة من هده كما مرة قبل ما توفذها بدك تنتبه وليمتس هالليمتس نعرفه هون هالليمتس هالليمتس نعرفه هون طيب آخر جلبة لدينا اللي هو A8 A8 يأتي على Qs دائرين في هذه البياسات بالإنش و أنا سوري هذه البياسات بالإنش وهذه بالميلومتر كما مرة الديامتر الديامتر والثاني الديامتر 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 هو الوالتينيس mass area مومات منارشة base of duration section modulus وآخر اشي والمومات منارشة وآخر اشي بنا ننتبه لإنكس سبعتهم كما نشاهد طيب بعد ما اتطلع مع الجداول اللي عندنا آخر اجزامبل اجزامبل سريع عشان تكون خلصنا الموضوع اللي عندنا نشوفي عنا في هذا الاكزامبل كيف يمكن أن ترسامه؟ إذا كنت ترسامه؟ ماهذا؟ إذا كنت ترسامه؟ إذا كنت ترسامه؟ كيف ترسامه؟ حسناً عموماً نجد المحاضرة الجادة دعنا بس نتطلع على مراجعة سريع على بعض الشيء طب تضع الوقت فأرحل المحاضرة الجادة أول شيء، في الإكوائشن اللي عمها سيغمال ساوي m y over i y من قيسها من نيوتر الأكسس بموجودان السنترويد والi اللي هي الموامة منها الشيء برضو نكسبها حوالي نيوتر الأكسس بموجودان السنترويد فإذا هناك نحتاج لحسابات الثلاث السنترويد فدعنا نتذكر فيها بشكل سريع لما يكون عندي كرس سكشن زينا وموضع نتوجد أبناء الذي ينتهي من الأفتر من الشكل بحديد السنترويد أول شيء بقصمه مثلاً بيقصمه مثلاً بقصمه تتنبوا سمع أول اكسس بأي محل نحن بالبال نضع العجل تحتني لسنشت هذه نضعه في أي مكان بعد قضينا بقصم المحل نطلع المسافة من المحل يحصل على مستقبل بحضول الحقيقة في كل إيه إيه واحدة السنترول على الأريل 3 وهذه هي ويبار 2 وهذه ويبار 1 طيب قاعد هيك ويبار مستقبل اسلول الحقيقة مستقبل بحضول الطريقة بيساوي a1 في يبار 1 زال a2 في ويبار 2 زال a3 في ويبار 3 في المجموعة الريس طيب هذه الفكرة ليست شرط أن نفعلها الجميع يمكن أن يكون أسهل ما نطرح مثلاً عندي شكل مثلك مستطيل ومنفرغ جواد الدائرة هذه الدائرة ليست موجودة في السنتر يعني لو كانت في السنتر يبقى لسنترويد معروف حسناً عندي شيء مثلك أريد أن أضع لسنترويد تبع هذا الشكل الكامير هذا أسهل ما قسمها مستطيل ناقص دائرة بطلع مساحة المستطيل بطلع مساحة الدائرة نصر الخاصة الستقبل المسافة للسنترويد تبعه أستطيل large is pi bar 1 المسافة للسنترويد تبع الدائرة Y bar 2 ثم يحدي y bar وهو مسافة للسنترويد تبعه الشكل الكامل يساوي a1 y bar 1 ناقص a2 y bar 2 على a1 ناقص a2 طيب بعد أن نحدد السنترويد نحط نحط عند السنترويد ولما نحسب الامت منرشه نقصى علي الأطفال لذلك مثلا احظمنا نحسب الامت بتج العلمات على الشكل كامل زائل منرشه للجزء الثاني زائل منرشه للجزء الثاني كيف نحسب الامت SPE سمعتمد على الشكل. هنا الشكل لدينا مستطيل. كما نحن عارفين المستطيل المومات المناليشة I بساوي 1-12 ب H-Fu D اللي هو الضلع الذي موارز إلى الأكسس و H اللي هو الضلع الذي موارز إلى الأكسس طيب، أسنان الإقوائشن كمامرة بقدر أستخدمها عشان نحسب المومات المناليشة حوالي الأكسس المناليشة بينما لو بدي أحسب المومات المناليشة حوالي أكسس بره لازم أطبق بره للأكسس المناليشة ماذا تحكينا بره للأكسس المناليشة؟ المومات المناليشة تبع هذه المناليشة حوالي X أكسس أول شيء يساوي I X بار ماذا هي I X بار؟ 14 بيج زائد المناليشة في Y بار سكوار ماذا هي Y بار؟ ماذا هي المناليشة من المناليشة إلى X أكسس هذه هي تصميم بار الأكسس نرجع نطبق الفكرة هنا هذه نصرناها 1-2-3 هذه نلاحظ أنه بنحسب المومات المناليشة لهذه حوالي X أكسس اللي هو مشمار بسكنتوري ونفس الأشياء لهذه فإذا هنا وهنا لازم أطبق البار الأكسس بينما بنسبة لهذه 1-12 بيج طيب ولكن ممكن بردو هاي قسمنا بطلقة ثانية ممكن أن يكون شوية أسهل فهذا الشكل نحن ممكن قسمه لهذا المستطيل الخارجي نقص هذا المستطيل فمنحكي أنه المومات المناليشة تبعه هذا الشكل كامل يساوي المومات المناليشة تبعه نقص المومات المناليشة تبعه هذول ولاحظ هنا بالنسبة لهذه وبالنسبة لهذه ما بحتاج قرار الأكسس طيب هذا الحكي يعني بري بيسيك لازم تكونوا متذكرينهم ومعارفين كيف تحاولهم معهم بتناول الكاملة المحمول شكرا شكرا